وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لجمهورية السودان لدى صندوق النقد الدولي بحوالي 20 مليون دولار وذلك كمبادرة من المملكة للمشاركة في معالجة المتأخرات وتخفيف عباء الديون على جمهورية السودان جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية خلال ترأسه نيابة عن سمو ولي العهد حفظه الله وفد المملكة في المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان المنعقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة أكثر من 40 دولة